منذ ظهور اول حالة اصابة بفيروس كورونا في البلاد في التاسع عشر من شهر مارس المنصرم اتخذت الحكومة اجراءات كثيرة للاحتراذ والبقاية من كوفيد 19 لاسيما تلك المتعلقة بغسل الايدي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي الى جانب اغلاق بعض من المؤسسات التعليمية وتقليص عدد العاملين في المؤسسات العامة والخاصة ويتساء الكثيرون لماذا يتهاون هذه الايام بعض المواطنين في شات وخاصة طلاب الجامعات والتلاميث في التعامل مع فيروس كورونا رغم المناشدات المتكررة لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني للالتزام بالاجراءات الوقائية للحماية من العدوى وقد يعتقد ذلك من وجهة نظر البعض الى تراجع اعداد الاصابات بالفيروس او الى اعادة فتح بعض المنشآت والخدمات العامة قبل انتهاء الاصابات تماما الا ان الفيروس لا ذال موجودا بالفعل ويشكل هذا التهاون تحديا كبيرا للحكومة وتهديدا لصحة المواطنين في وقت تعمل فيه المختبرات الطبية العالمية جاهدة لطرح اول لقاح لفيروس كورونا المستجد لذا يجب على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي كوفيد 19 وان ارتداء الكمامات في المرافق العمومية ستساهم في تحقيق رؤية الحكومة الشادية بقيادة مشير تات ادريس ديبي اتنو التي وضع فيها صحة مواطنيه من اهم اولوياته ويبقى ان نشير الى ان التقيدي بهذه الاجراءات يعد واجبا وطنيا والمساهمة في مرافقة الحكومة لمحاربة داء كورونا الفتاك اشتركوا في القناة